موسيقى أول شيء نحن الذين خرجنا هذا الشيء هم الذين خرجوا هذا الشيء أنا رجلي كنعرفو مزوجة بوحدة اسمتها السعدية ما كتولتش يعطتني الموافقة هذه المرة ما كنعرفاش ليس العلاقة بها بتاتا ولا أعرفوها بصافياني هائية وهذه الأبناء مع مرينا مشتم هذه كنت مزوجة بولد عادل هذا الشيء هذا الشيء كادب في كادب لأن هذه السيدة هذه الصفة اللي عرفتها بها في الدار عند عادل ملودي كانت زوجات بولد خط عادل كانت مصحبة مع ولد خط عادل أبرد طورات العلاقات زوجات بولد خط عادل هذه الصفة الرسمية اللي كانت دخل بها عندي أنا الدار كان هذا الشيء بالصحنة ما ركز كان نورمال مو كانت هذه السيدة كانوا غادي يكون عندها وراقها كانت عطاني الموافقة على الأقل كانوا يكون عندهم نسب ديالهم كانت زوجة الفاتحة في هذا العصر في عام 1963 كانت تثبت الزوجية عادلت حال عنده في عامره تسامبل المو عادل زيت في 1971 هي ممها هذه السيدة مزوجة بالكاغر كيف يعقل أنها مزوجة بعادل بالفاتحة؟ كيناشهد هي لأي وحدة غلطة لا تسمع شيء واحد لا تجوش بكم الفاتحة مثلا هنا أفرد أول شيء أقسم بالله العلي العظيم أنا هذه السيدة عزت تكذب كادب في كادب أنا لم أدخلت شيء واحدة للحبس هذه أدبات ثلاثية نعطيك عامة ثلاثة لم ترى الفاتحة كين كانت كين كانت كانت في الحبس لماذا تشدت أختي؟ تشدت تشدت على الفساد وتشدت على السكر العلاني وتشدت على الحبوب المهلوسة عدبة مؤخرا وبقى عندها جلسة في نهار 19 شهر تشدت في الحبس لأن هذه السيدة إنسانة كانت تشد كثير من الحبس خائبين فهمت؟ هي تحمل مسؤوليتها أنا دخلتها دابة ثلاثة كانت في الحبس لماذا دخلت ؟ قلت لك أنا دخلت هذا الحبس شيء مرايك هي دابة بعد خرجت من الحبس تشدت على السكر وعلى الشجار وعلى الحبوب المهلوسة وعلى التحريض على الفاسد كيندوصي في المحكامة قدروا تجيبوا عندها جلسة نهار 19 شهر شريفة سيروا شوفوا هذا الشيء نزيدك واحد القادئ أخرى ثم دابة كتبحتوا في هذا ثبوت الناسب دياله هي سيروا شوفوا رأي والدها بنت بنت أنا متحمل جميع مسؤولية ديالتي والدها بنت دابة حالياً عندها 8 شهر في الحرام هي أنيت هاد أمنية تهي مجوجة بالفاتيحة ناو ما عنداش العقد سيري تأكدي هذا الدر هذا اللي نعتكنا الاسم دياله راهواية في الحبس السجن تهوى تشد على هذا الشيء أنا ماشي كارف ضح أنا كنقول لكم دابة أول حاجة أنا جاوبتك قلت لك هذا الشيء هذا اللي أنا كنتي قلت قلت تهمتني أنا دخلت الحبس قلت لك أنا مدخلتش للحبس دخلات الحبس هي على الدعارة مشات الإمارات بدون موافقة ديال زوج ديالة وراجلها اللي دعاها من الدخلات يعني السيدة كانت تكدير الدعارة تمتين الدعارة هذا الشيء رب تخلو تجبدو هذا الشيء تجبدوه عند البوليس حكومة حكومة يعني أنا هذه السيدة كنت تهمني أنا ما ديلة لها شيء هي تربية هكاك قلت لكي ضحية مجتمع ضحية أمها أمها ما درت لها ما تجوجاتش حلالا على سنة الله ورسوله لنفرض أن هذا عادي هو الأب ديالهم على السيدة ما درت حلالها تتسنت تبت 29 عام عاد بلا هو الأب البيولوجي دياله على شهد شهر وكان هذا عادي خطار ولا صمصار ولا شيء واحد عندهم هنا مشهور هم تزوجون ليس شهر ليس شهر لا أسبيت شيء واحد هو ما يتسيبه الآن لديها دفلت علي طفوع قلت الأدب كنت أن ت tuo حراء لا هي عائرتني أتيت من القدرة ما تمني كنت تتفزني هي تتفزني هي قتب答 ما كنت تقولها قلت هذا حالي لأنني تتبط المناسب مرتاح فهذا لانا سنشوف بواش كنا هو بعدها كدكولك اولاد عادل ميلودي اولاد عادل ميلودي ياخدوا حكم قضائي ويديروا لادئين وانا عرفنا هم اولاد ونمشي ولاده وليش هد الناس عبا غن يخسروا على الكارير ديالو اي واحد مفاهم مع شي وحده اذا بنتهي مسلم كسحل امال سقر رات شيرات خرافات خرافات السيد انا مفاهمة انويا هو عنده شخصية بيقصونالتي فوق اصلا هو عادل تدير اي حاجة نظارها ا Mitt chegar ايه في قناترا كانت بطائر فرنصا ام ايضا اصلا. کہنا لا اعمل يا يق Bj beach اصلاian هذا ايضا من الناس اهند انت اسIVE لى انت اللاة اللا حكوين ايضا لا اصلاح انني Powers سنراجل رب reality شعر السعدية أخبرني أمامهم يسيبوني و أحدهم لم يسيبوني و أخبرني أنهم يسيبوني و أخبرني أنهم يسيبوني أولاً لا يوجد شعب المغربي لديه 4 مليون ألف ناس و أشخاص يأتي هنا من البشتيين و أصحابي الجالية المغربية قليل من المساكنين لا يفهمون ويعرفون ما هو كائن ومغربي يتعاطفون ويعرفون الحقيقة في مؤخرا للمساكنين لا يفهمون ما يفهمون وكان عادي القاع بالصح لأنه يقطعوا الحالة مدينة يعني الناس يفهمون ويذهبون على الحق أقولون أنهم هو القضاء وفيصل هو الذي يسعرون القضاء عنوان لم أدخل بأسراته وقال لي هذا السؤال أنا أختي آنا وقالت نجاوبك بصراحة نحشمت قلت لي أعادي لك أردت يديك السيدة وقال لي أعطيتها 70 درهم وقال لي كائن وقدرت تكون هذه بنتي في الحرام وقال لي أعطيت أن أصبحها بأنها مدينة وقال لي أنت هو القضاء كان يكري في العالمة كان يكري في العالمة كان يكري في العالمة كان يكري في عماره 1971 كان يكري في العالمة فهي كان أختي بأنها لا أقسم باله وقال لي أن أرى لك أختي بأنه الماضي لست أخبرت أي شيء لم أتكلم لأنه لم يمكن أن أعرفهم وني لأن أذهب لأن هذا ما يتعلق لأنه أكبر لن يمكن أن أتحدث مع الله اشتركوا في القناة